رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الإسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر الإقضبية صباح اليوم وقد أدل ساعدة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بتصريح أكد فيه أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد حث على مواصلة تنظيم وسضافة الفعاليات التي تعرف بالفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وتدعم مركزها كبيئة آمنة وحاضنة الاستثمارات وعلى أهمية تعزيز الاستفادة من عقاد المؤتمرات والمنتديات والمعارض التي تكرس موقع البحرين على الخريطة الاستثمارية وترسخ تعاونها الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والعالمي مشهيدا سموه بمعرض ومنتدى استثمار في البحرين 2016 والذي شمله سموه برعايته الكريمة وبالمنتدى الخليجي التركية الذي عقد برعاية سموه وأنابل افتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حل مشكلة سكن العزاب وسط الأحياء السكنية وذلك بدراسة إقامة مدن للعمال في عدة مناطق من البلاد تكون متكاملة وذات مواصفات عالية للجودة والشروط تستجيب للمعايير الدولية وتغفر البيئة الصحية المناسبة والأمنة والسلامة والخدمات التجارية والترفيهية لتأوية العمال الوافدة وبخاصة العزاب وكلف سموه اللجة الوزارية للأعمار والبنية التحتية وبالاستعانة بمن تراه مناسبا للنظر في الخطوات اللازمة لنقل العزاب من العمالة الوافدة إلى مناطق بديلة يتم تحديدها لهذا الغرض وأن يتم تطوير المساكن التي كان يشغلها العزاب وسط الأحياء السكنية وبخاصة بالمناطق القديمة بعد نقلهم منها لاستغلالها خدميا وتجاريا بما يفيد الأهالية والقاطنين في تلك المناطق بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقر استكمال احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية بما فيها المشاريع التي تخدم القرى المختلفة ومنها قرية حلة عبدالصالح والقرى المجاورة كما تابع سموه مشروع إسكان الرمل موجها سموه وزارة الإسكانية للإسراع في ذلك من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمراعاة كل من المصالح للصيادين منطلبات الحفاظ على الحياة الفطرية عند تحديد مساحات صيد الربياني وتشديد الرقابة على الصيد باستخدام شباك الجر القاعية أو ما تعرف بالكراف وكلف سموه اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية بذلك من خلال التنسيق من الجهات أو مع الجهات المختصة بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في تحديد الشروط والضوابط والمعايير التي تحدد حالة الإعاقة التي تستوجب منح ساعتي راحة يومية مدفعتين الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقا من أقربائه من الدرجة الأولى والتي نص عليها قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين تنهيدا لإصدارها بقرار من الوزير المختص وتفعيلها وكلف سموه اللجنة الوزارية المختصة بذلك بعدها نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جلول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير الشبكة العامة للطرق لتخفيف حدة الاختناقات المرورية موجها سموه ضمن هذا السياق بسرعة مباشرة العمل في المرحلة الثانية من توسعة شارع ولي العهد بالرفاع من شارع الشيخ خليف بن سلمان إلى دور الرفاع بجعله ثلاث مسارات وإنشاء مدخل جديد إلى قرية بوري من شارع الشيخ خليف بن سلمان وتطوير بعض الطرق في الرفاع وتوسعة شارع المحرق الدائري في الجزء الممتد من مدخل الحد إلى تقاطع قلالي من الجهة الشرقية ورصف الطرق الترابية لقرية العكر إلى ذلك فقد أخذ المجلس علما من خلال التقرير المرفوع من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمشاريع التي تمت طرحها وترسيتها منذ بداية العام 2016 لتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة وبلغ عددها 119 مشروعا بقيمة بلغت 270 مليون دينار حيث طرحت أو طرحت 64 مناقصة لمشاريع بقيمة تبلغ 218 مليون دينار بينما بلغ عدد المناقصات التي تمت ترسيتها 55 مناقصة لمشاريع بقيمة 52 مليون دينار إلى ذلك فقد أخذ المجلس علما بالمناقصات التي تم طرحها وترسيتها في الربع الثالث من العام 2016 ثانيا أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وسفارة جمهورية كوريا الصديقة التي تضمنتها مذكرة سعادة وزير التربية والتعليم كما أحال إلى ذات اللجنة مشروع قرار بإصدار اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الشباب والرياضة والذي تضمنته مذكرة سعادة وزير الشؤون الشباب والرياضة ثالثا بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وبعد اطلاعه على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي عرضها معالي نائب رئيس الوزراء رئيس هذه اللجنة فقد قرر المجلس إعادته لمزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية رابعا وافق مجلس الوزراء على أربعة اختراحات برغبة الأول بشأن عمل دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع المدني الثاني بشأن تثبيت أقصاط الإسكان الثالث بشأن تخصيص وحدات من المشاريع الإسكانية لذوي الإعاقة والرابع بشأن مدرسة السنابس الابتدائية للبنات بشأن مدرسة السنابس الابتدائية للبنات